أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التاريخ المبكر للإسلام تحدثنا في الحلقة السابقة عن تتمة موضوع خلط اسم مريم أم المسيح ومريم أخت موسى وهارون وكنا خرجنا بنتيجة مفادها أن الإشارة إلى عمران وهارون يجب أن تحمل على المجاز لتبرير وجود المحاكمة للسيدة مريم من قبل رجال الدين اليهود وتعزيز قوة معجزة الحمل الرباني دون زرع بشري أو حتى مجرد إمكانية الاشتباه فيه وهذا الطرح قد يكون مستوحى كما قلنا من الموروط العربي النصراني الذي كان موجودا في عصر محمد دون وجود أي دليل عليه حتى الآن أو هي مجرد نظرية لاهوتية لولادة المسيح العجائبية من صاحب القرآن في هذه الحلقة نبدأ في طرح نوع آخر من النصوص التي تظهر وجود تأثير مباشر أجنبي اللغة على مصادر القرآن أو بمعنى آخر كيف وصلت قصص الأنبياء وقصص الوعظ من الموروطات السابقة وعلى رأسها الموروط السرياني الأرامي المسيحي والنصراني من خلال شواهد في النص القرآني يتضح للباحث وجود علاقة لمصادر هذا الموروط في اتهام أعداء محمد وخصومه ومن لا يؤمن برسالته من أبناء جلدته فعلى سبيل المثال جاء في صورة النحل الآية 103 اتهام خطير لمحمد بأنه تلقى تعليما مباشرا من شخصيات أجنبية غير عربية لها ثقافة جيدة فيما يطرح من قصص ومناقشات لاهوتية تقول آية ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين من خلال هذه الشهادة من قبل خصوم محمد طبعا المطعون فيها من المسلمين بحجة أن كل ما جاء في القرآن هو كلام الله المنزل على نبيه محمد فهل افترى هؤلاء الخصوم الكذبة على الرسول أم لهذا الاتهام أصل من الصحة كحجة صافعة للرد على دعوته أقدم المفسرين للقرآن كشيخ مقاتل بن سليمان المتوفى سنة 150 للهجرة يذكر سبب نزول هذه الآية أو تفسيرا لها حيث قال وذلك أن غلاما لعامر بن الحضرمي القريشي يهوديا أعجميا كان يتكلم بالرومية يسمى يسار ويكنى بأبا فكيها كان كفار مكة إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه قالوا إنما يعلمه يسار أبو فكيها إذا صحت هذه الرواية عن مقاتل بن سليمان فهذا اعتراف ضمني بوجود شخصيات أجنبية أمثال يسار أبو فكيها يتحدثون مع الرسول في أمور يعرفونها جيدا في ثقافتهم التي تربوا فيها كما يقدم لنا الطبري بعض الأسماء التي اتهم الرسول الأخذ عنها كشخص نصراني اسمه بلعام كان الرسول يزوره في بيته بعيدا عن أنظار خصومه وعن عكرمة شخص آخر هو غلام لبني المغيرة أعجمي يقال له يعيش أو قال إن اسمه جبر وشخصيات فارسية كسليمان الفارسي إذن من خلال هذه الروايات نستطيع القول بوجود أربع شخصيات أعجمية على الأقل وهم يسار أبو فكيها الرومي وبالعام النصراني ويعيش أو جبر غلام بني المغيرة وأخيرا سلمان الفارسي ويقال إنه أي سلمان الفارسي زرادشتي ارتد عن دين آبائه وتنصر ثم ارتد عن النصرانية واعتنق الإسلام في المدينة فكان هذا الرجل صاحب معرفة واسعة في الأديان الشرق الأوسطية كل هؤلاء الأربعة ثلاثة في مكة وواحد في المدينة كانت لغتهم أعجمية يتحدثون عربية مكسورة بحكم وجودهم كعبيد عند العرب في وقتنا الحاضر نجد عمالا في الخليج من اليهنود والبنغلاديش والفلبينيين يتحدثون بلغة عربية مكسورة تماما كما كان هؤلاء العبيد الأعجام يتحدثون في مجتمع الرسول فالآية لا تنفي مقابلته لهؤلاء العبيد وإنما توضح أن القرآن بلسان عربي مبين بمعنى كلام عربي واضح ونقي وليس به غموض كما يمكن أن يصدر عن أعجم مبتدئ وهناك تأكيد آخر على هذا الاتهام في سورة الفرقان الآية أربعة وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون إلى آخره والسؤال المطروح كيف عرف خصوم محمد أنه يتلقى معلوماته الدينية من هؤلاء الأعجام الجواب يكمن في الآية التي بعدها وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا إذن ما يقدمه الرسول محمد من آيات قرآنية برهانا على رسالته فهي بالنسبة لخصومه مجرد أساطير الأولين يعرفونها جيدا تملى عليه حسب اتهامهم كل حين وقد تكررت هذه الشهادات عدة مرات في القرآن كالآية 25 من سورة الأنعام والنحل 24 والمؤمنون 83 والنمل 68 والأحقاف 17 وغيرها من الآيات وفي سورة الأنثال هناك تبخيص واضح من خصوم محمد على أن ما يقدمه يستطيعون الإتيان به وما هي إلا أساطير الأولين كما جاء في الآية 31 وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين إذن ما يقدمه النص القرآني من حجج على رسالة محمد معروفة عند خصومه ويستطيعون تقديم مثلها لو أرادوا ويختم مقاتل بن سليمان تلخيص الموضوع في حديث أحد كبار خصوم محمد وهو النظر بن الحارث حيث قال ما هذا القرآن إلا كذب اختلقه محمد وأعانه عليه قوم آخرون عداس مولى حويطب بن عبد العزة ويسار غلام عامر بن الحضرامي وجبر مولى عامر بن الحضرامي كان يهوديا فأسلم ثم يتابع قوله هذا القرآن حديث الأولين حديث رستم واستنفذ باز هؤلاء النفر الثلاث يعلمون محمدا طرفي النهار بغداة والعشي فهذه التهم خطيرة نقلها علماء الإسلام والرواة من قبلهم فإذا صحت هذه الروايات يمكن القول ليس من المستطاع استبعاد إمكانية تأثير مثل هؤلاء الأجانب على الحوار اللاهوتي في القرآن وتنوعه وهذا ما توصل إليه الأستاذ كلود جيليو في مقاله بعنوان إعادة النظر في موضوع تأليف القرآن هل القرآن جزئيا نتيجة عمل متتابع وجماعي ونحن نتساءل كيف لمجتمع وطني أن يستطيع تقديم مثل قصص القرآن على الأنبياء والرسل والمجادلات اللاهوتية المسيحية اليهودية إلا إذا كان مجتمعا يعرف نوعا من التوحيد وقصص الأنبياء ليست غريبة عنهم نكمل الموضوع بعد الحلقة القادمة التي توافق الحلقة المئة نقدم من خلالها تفاعلاتكم وتشجيعاتكم وتوضيح بعض الأمور التي جاءت أسئلة كثيرة بخصوصها فكونوا معنا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة